دكتور جمال يحيى من اليمن لماذا أو متى حدثت الهجرة وما الحكمة من بقاء رسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه يقصد الصديق رضي الله عنه ثلاثة أيام في غار ثور طيب متى حدث الهجرة نفتيق الهجرة خلاص نحن مش فهم السؤال يعني لأنه في بعض أثار موضوع حسمها الصحابته ورقته إليها توقيتا واستقلت الأمة عليه فهذا توقيتها خلاص أنت خلاص لا كلام فيه وارطلته الأمة مقاتا فبتالي لا جزء اللعب بدون إثارة جدل يعني حول المسألة انتهى الموضوع تماما لا يسمع الجدل فيه لا يسمع أصلا الجدل فيه هذا أمر النقطة الثانية أن نبي صلى الله عليه بقى سلس أيام لأن النبي صلى الله عليه بيعلمنا في الهجرة أن إقامة الأمم وإقامة الدين ليقوم على المعجزات ولكن على الأخذ بالأسباب والترتيب والتخطيط والتدقيق والإدارة الصحيحة والقيادة المهرة وكان من القيادة المهرة أن يظن الناس جميعا أنه توجه إلى شمال إلى المدينة ولكن نصلا توجه إلى الجنوب حتى يأخذ وقتا صلى الله عليه وسلم ويستنفي استقطهم في البحث صلى الله عليه وسلم ويشتت أزهانهم صلى الله عليه وسلم وبالتالي هذا جزء من التخطيط وجزء من الترتيب الذي كان سمتا بارزا في هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم شكرا